ندرومة جاء الاسم من اللغة البربرية أندومة التي تعني مدينة تقع في وادي موسى عند سفح منحد ندرومة هي مدينة في ولاية تلمسان الجزائر وقد بناها الخليفة الموحد عبد المؤمن في القرن الثاني عشر الميلادي تتميز المدينة بتاريخها الإسلامي الطويل كما إنها كانت مركزا للعديد من العائلات الأندلسية بعد سقوط الأندلس وكانت المنطقة القريبة من ندرومة مأهولة بالسكان خلال العصر الحجري الحديث وهو ما يتجلى في اكتشاف محاور مصقولة في كهوف بودغان عام الف وثمانمائة وخمسة وسبعين كانت مركز صناعة النسيج في القرن السادس عشر وقد بنيت ندرومة على ظهر جبل فلاوسا من قبل مؤسس سلالة الموحدين في سنة الف ومائة وخمسين تتميز باحتوائها على العديد من المعالم الدينية والعلمية من بينها المسجد الكبير الذي بني في عهد السلطان المرابطي يوسف ابن تاشفين في سنة الف وخمسة واربعين ميلادية والحمام البالي والذي يزيد عمره عن الف سنة وبجانبهما حي التربيعة التي كانت ملتقى كبار أهل المدينة وعلمائها وكانت كذلك تحفها فرق ومدارس موسيقية أندلسية ولا تزال تحافظ على هاته المعالم الأثرية وتتسم أحياؤها بأزقة ضيقة وملتوية وسوق ومنازل عتيقة على الطراز الإسلامي العتيق اشتركوا في القناة